مساء الخير على حضراتكم من صالة تحرير اليوم السابع معاكم وليد عبد السلام المشرف العام على قطاع الصحة في الجريدة النهاردة معنا تفاصيل مهمة جدا هتكلم فيها على بيان وزارة الصحة والسكان المتعلق بالإصابات الجديدة والوفيات الجديدة وارتفاع نسب الشفاء أو تراجعها وكذلك نسب التي تحولت تعيناتهم من الإيجابي إلى السلبي النهاردة رصدنا في بيانات وزارة الصحة انخفاض طفيف للغاية في نسب الإصابات الجديدة وبلغت 488 حالة بنسبة 5.4% من إجمالي عدد الإصابات اللي ارتفع النهاردة إلى 8964 حالة على بكرة حنقفل 9000 حالة واحتمال خلال الساعات القادمة نقفل الأول ألف حالة مصابة بفيروس كورونا في مصر في المقابل شفنا أن نسب الوفيات النهاردة عدد الوفيات الجديدة بلغ 11 وفاة وبنسبة 2.1% من إجمالي الوفيات اللي بلغت إجماليها النهاردة 514 حالة بنسبة 5.7% ومعروف أن النسبة العالمية فرنج 4.5% من إجمالي الحالات المصاب في اتنين من المؤشرات المهمة عندنا النهاردة اللي بيدعو إلى التفاؤل وهنضيف عليهم حاجة ربما تكون طاقة نور أو طاقة أو بارقة أمل لكل المتابعين لشأن والموقف الكورونا في مصر هو المؤشر المتعلق بالحالات التي تحولت من الإيجابي إلى السلبي وبلغت النهاردة هذه النسبة 27.6% بإجمالي 2476 حالة تعافى من 2476 حالة هما 2002 حالة بنسبة 22.3% طبعا مع الارتفاع الكبير جدا في الأرقام والزحف المستمر للفيروس في مختلف المحافظات هنلاحظ أن فيه تراجع نسبي في نسب الشفاء فيه تراجع أيضا في عدد الوفيات أو إجمالي النسبة المتعلقة في الوفيات وده مؤشر ربما يكون بنسبة للوفيات فقط مؤشر كويس لكن معدلات الشفاء أيضا كانت قفزت في بعض الأوقات إلى 26% وتراجعت الآن إلى 22.3% اللي محتاجين نتكلم عنه النهاردة أن تعالية الإجراءات واتخاذها بشكل أو بآخر حيقين من نزيف الإصابات اليومية اللي بدأنا نلاحظ أن الناس لما بتروح على مستشفيات الصدر والحميات دلوقتي بدأ يبقى فيه مشكلة في توفير الأسرة بشكل سريع للحالة المصابة بالفيروس وبالتالي بقى عندنا شيء من الانتظار وعلشان كده طرحت وزارة الصحة فكرة العزل المنزلي وضحت للناس إزاي تعزل نفسك منزليا إلى أن يتم التوفير سرير متعلق بالعزل وتطبيق البروتوكول العلاجي المتعلق بفيروس كورونا على الشخص المصاب حنروح من النقطة دي النقطة أكثر خطورة وأكثر أهمية أنه دلوقتي بقينا عندنا عدد كبير جدا من الإصابات فيه على مدار اليوم الناس محتجزة أو تم حجزها في نزل الشباب وفي المدن الجامعية وبعض الحالات البسيطة والمتوسطة اللي بتقضي خمس أيام في مستشفيات العزل بسرعة لما الحالة بتاعتهم بتستقر وبنجري أول مسحة وبنلاقيها تحولت إلى السلدي بيتم نقلهم سريعا إلى الفنادق والمدن الجامعية ونزل الشباب علشان نبدأ نوسع ونوفر السرة للحالات المصابة الجديدة أيضا بنتكلم على مسألة في غاية الأهمية أن الوزارة عايزة تتدارك المسألة بشكل أكبر لأن احنا دلوقتي بدأنا في مراحل الزروة بدأت الإصابات ترتفع في اليوم إلى ما لا يقل عن 400 بالأمس سجلنا 495 والنهاردة مسجلين 488 حالة فده يدينا مؤشر أن لابد أن نتوسع في مستشفيات العزل أو نوفر أسرة جديدة يكون فيها آلية عزل بطريقة أو بأخرى علشان كده خدنا قرار بإعادة هيكلة وتطوير 34 مستشفى صدرة على مستوى الجمهورية وعلشان كده شفنا وزيرة الصحة النهاردة في الأسكندرية بتستطلع الأجواء علشان نبدأ نجاهز هذه المستشفيات استعدادا للفترة المقبلة لأنه مرشح تبقى الحالات فيها زيادة وزيادة كبيرة فلاقينا أن احنا عندنا 34 مستشفى فيهم 3400 سرير مستغل منهم أصلا عندنا 700 سرير مستغل في الأزمة وإن شاء الله حنقدر نوفر خلال الأيام المقبلة خلال 15 يوم تحديدا ما يقرب من 1500 سرير جديد للعزل حيث يتم توفيرهم داخل المستشفيات مش عايزين ننسى أن المستشفيات بتقدم خدمات العزل بشكل كامل وفي المستشفيات بتجمع ما بين الاتنين يعني بتقدم خدمات العزل بالنسبة لفيروس كورونا وبتقدم الخدمات الطبية والصحية اللي هي أصلا أنشأت من أجلها مع استقرار الأمور وصلاح الأحوال في مصر وفي كل دول العالم بيتم هذه المسألة اللي احنا حابين برضو نتناقش فيه النهاردة أن وزارة الصحة تكلبت في تصريحات واضحة وقالت أنه حيتم خلال أيام توفير أول دفعة من دواء مهم جدا دواء أمريكي الصنع تقريبا بيصل سعره إلى 70 ألف جنيه مصري بالأمريكي 4500 دولار وهو ريم ديز بافير وده العقار الأمريكي الشهير اللي حتستخدمه مصر في التجارب الإتلينيكية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وإن الدراسة اللي حتقوم بيها مصر وأكثر من 100 دولة حول العالم علشان متأكد من فعالية هذا الدواء في علاج فيروس كورونا خلينا نكون مهتمين أكتر بفكرة العزل المنزلي وتطبيق العزل المنزلي يا جماعة بقت مسألة إحنا رايح الله رايح الله لأن مع ارتفاع عدد الإصابات قد يحدث عدم قدرة على مواجهة الطلب على الخدمة فلازم نبقى وعيين كويس أوي لفكرة العزل المنزلي بشكل كبير عشان لو الحالة بدأت تقعد يوم ولا تنين في البيت أو أكثر نكون عاملين الإجراءات ونتعايش التعايش بالإدراك الحقيقي لمسألة الإجراءات الاحترازية والوقائية سواء منزليا أو في المستشفى سواء منزليا أو في المستشفى